دعونا نقرأ من التاريخ صفحات نستطيع من خلال هذه الصفحات أن نفك الخط نفك اللغراتمات الحالية نفك الألغاز الحالي فيه ألغاز بين إيدينا آه نفكها إزاي؟ مش عارفين تعالوا نقرأ التاريخ ونفك التاريخ لأنه التاريخ بيعيد نفسه التاريخ كإنحي طيب أنا أقول وأقول بشكل في نوع من تجميع ما يجري وقراءة للتاريخ أنه هقرأ معاكم بعض الصفحات التاريخ بسرعة وقول لك أنا وصلت لإيه وربما أكون مخطئ لكن هذه قراءة منطقية وقراءة علمية لما جرى ونشوف ونترك للأيام تبرهن أن كلامنا صحيح ولا غير صحيح سنة في 1915 في الحرب العالمية دي الحرب العالمية الأولى وكانت الدولة العثمانية مسيطرة محتلة كل الدول العربية تقريبا وحصل أنه الدول العربية بدأت تتحرك فيما يسمى بالثورة العربية والشريف حسين والقصة اللي أنتم عارفينها كلكو أو يعرفها الكثيرون كانت المدينة المنورة تحت الإدارة أو الاحتلال العثماني وكانت مكة تحت الاحتلال العثماني ومن يضع يده على مكة والمدينة وضع يده على الشرق ليه؟ المقدسات الإسلامية شرف الدولة العثمانية أو شرف الخلافة أي أن كانت خفاطمية أيوبية عثمانية عباسية أموية كل هذه الخلافات كان أهم ما يجعلها تحظى بقدسية العالم الإسلامي وضع يدها على مكة والمدينة والقدس طيب في سنة 1915 وصل العثمانيين بقيادة فخر الدين باشا أحفظوا الاسم ده أنا أتكلمت عليه في إمام مضى لكن أنا النهاردة بستخدم المعلومات الموثقة الحقيقية لقراءة المشهد الحالي بفك به الألغاز المادة الكيميائية اللي بفك بها ما يجري الآن فخر الدين خالد فخر الدين باشا فخر الدين باشا ده كان أحد القادر العسكريين اللي كلف إنه هو يروح يحمي المدينة من إنه الثورة العربية طولها لأنه لو وقعت المدينة المنورة ومكة المكرمة في إيد العرب اللي هم الأشراف اللي هو الشريف عسين بالنسبة للدولة العثمانية يبقى شهرية وفاة فقاله نلحق نودي هذا الرجل اللي كان ميوصف بأنه قداموي إلى أقصى حد فخر الدين باشا فخر الدين راح حاصر المدينة المنورة لمدة عامين وسبعة شهور حاصر المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة سنتين وسبعة شهور وسبعة أشهر وقام بتهجير أهل المدينة المنورة سيرا على الأقدام كالأنعام في عملية وعاها التاريخ وكاتب عنها التاريخ عملية تهجير وإبادة قصرية لسكان أصليين هم أهل المدينة المنورة صور هذا فخر الدين هو قدامنا وفي صور موجودة في التاريخ إحنا في مصر ربما مش عندنا كتير معلومات عنها لكن أهل الشام وأهل فلسطين بيعرفوا ويتكلموا كتير جدا على ما يسمى بصفر بارلك صفر بارلك دي مصطلح معناه الترحيل الجماعي أو الترحيل القصري كلمة تركية ترحيل عمل إيه فخر الدين رحل جميع جميعه جميع كل أهل المدينة المنورة خارج المدينة المنورة ليه حتى لا يثوروا على الحكم العثماني ويتردوهم فقام رحلهم جميعا مشاهم جميعا أهل فخر الدين ده جد أردوغان اللي نشايفينه ده جد أردوغان هو ده اللي بيتكلم عليه بيقول جدي هو ده جده اللي عمل إيه في المدينة المنورة هجر أهلها قصريا الجميع رجال وأطفال ونساء كان بيعديهم يقول إنه هما يتكبوا القطار وهجرهم اللي منهم راح سوريا واللي راح مصر واللي راح لبنان واللي راح الهند وشتت العائلات وأصبح العيلة الوحدة فيها واحد في سوريا واحد في مصر واحد في الهند شتت أهل المدينة تشتيتا كاملا تشتيت أهل المدينة تشتيت أهل المدينة